سيد الخير يا شريف سيد النور تحاية ليك كابتن ايمن وبيديوفك ولكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان من استادر الخيرات الدولي فخر طبعا مصر الاستادر الرائع جدا يمكن منشأة رياضية ولا اروع ولا اجمل وبروت الجو الجو سائع بشكل كبير جدا بس بإذن الله يساعد لعيب النادي الاهلي النهاردة على اظهار مكانياتهم بإذن الله او يكون التوفيق من نصيب لعيب النادي الاهلي ونفوز اليوم على فريق كبير هو فريق المريخ السوداني في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا يمكن الاول طبعا سلبية او المسحة سلبية لجميع افراد قائمة النادي الاهلي اليوم من الاجتماع الفني بالامس اصفر عن ارتداء النادي الاهلي للزي الاحمر والشورط الابيض والشراب الاحمر ويمكن المريخ السوداني هيرتدي الزي الاصفر فاصفر فاصفر ويمكن حارس مرمى النادي الاهلي رقم واحد في افريقيا محمد الشناوي هيرتدي الزي السماوي وحارس مرمى المريخ السوداني هيرتدي الزي الاخضر غيابات النادي الاهلي النهاردة كتير جدا حدس ولا حرك بس بإذن الله الاهلي بمن حضر بإذن الله النهاردة يكون لاعبي النادي الاهلي موفقين اللي هيبدأوا بإذن الله الـ 11 لاعب حسين الشحات للإقاف طهر محمد طهر وديد سليمان علي معلول أيمن أشرف صلاحة محسن يمكن مبارح مستر بيتسو موسيماني مبارح قبل بداية المران كان فيه اجتماع فني مع اللاعبين ومحاضرة فنية اتكلم فيه عن نقاط القوة ونقاط الضعف لفريق المريخ السوداني بإذن الله والنهاردة كمان على مدار اليوم في فندو الإقامة يمكن على طول كان لعب النادي الآية لحارسين ان يتفرجوا على فريق المريخ السوداني علشان يتعرفوا على نقاط القوة ونقاط الضعف اللي عاد طبعا ليهم هذا الفيديو محللين أداء النادي الأهلي ويمكن الجميل للنادي الأهلي النهاردة منشوف مبارح في فندو الإقامة كابتنه طبعا والسوبرستار حاوي النادي الأهلي وليد سليمان كان حارس مبارح يكون موجود مع لعيب النادي الأهلي علشان يشدي من أزرهم وطالبهم بتركيز طبعا الكبير جدا عشان مباراة قوي جدا في بطولة أفريقيا والنهاردة كمان كان موجود أيضا مع لعيب النادي الأهلي محمد الشناوي وليد سليمان سعد سمير على طول عليهم عامل كبير جدا مع لعيب النادي الأهلي ويكرموا معهم باستمرار على طول عن أهمية المحرام مقبلة ننسى خلاص الأفراح بقى ونركز في مباراة المريخ اللي تكون الستارت القوي جدا حصولنا على بطولة أفريقيا لعيب النادي الأهلي كلهم نفسهم يفوزوا بي النجمة العشرة ويروحوا يلعبوا كمان في كاس العالم القادمة بإذن الله يا رب بإذن الله النهاردة يكون التوفيق من النصيب النادي الأهلي ويقدم مباراة والأرواع والأجمل ويفوز بأول سلاس نقاط في دور المجموعات دي كالك وليسنا من أستاذ القائرة التشكيل هيعلن بعد قليل يا رب بإذن الله يوفق مستر بيتسو مسماني في اختيار 11 لعب يقدروا يساعدوا كل جماهير النادي الأهلي يعود لك من جديد كابتن أيمن اتفضل شكرا جزينا زميل عزيز شريف شعبين